اليهود أذكى شعب في العالم اليهود أكثر شعب في العالم متقدم علميا ما سر زكاء وعبقرية اليهود حلقة من نوع خاص مختلفة تماما في البحث عن سر زكاء وعبقرية اليهود وعن سبب التفوق العلمي لليهود أربط الحزام فورا عشان هنطير إلى هذه الحلقة الفريدة من نوعها في البحث عن الجزور الهامة جدا والحقيقية لسبب تفوق اليهود علميا وسبب زكاءهم وعبقريتهم يلا بينا طبعا هينطلواحد دلوقت زي عفريت العيد بقول لك يا عم استنى يا عم الحاج كيف اليهود أذكى شعب في العالم يا عم وإحنا العرب رحنا فيه نحن أذكى كيف يا عم إحنا أذكى آه ما ليه مش إحنا عندنا ابن الهيسام وعندنا ابن النفيس وعندنا ابن سير يا حبيب إحنا العرب دايما نحكي كده للخلف دايما نقول إحنا اللي عملنا كذا وإحنا اللي بننا كذا أنا عايزك تحكيلي دلوقت أين هم العرب على الخريطة فين هم العرب من التقدم العلمي على الخريطة ده اللي إحنا بنحكي فيه وإحنا لما بنحكي نقول اليهود إحنا مش ضد أي ديانة ليه؟ لأن إحنا الحمد لله رب العالمين إحنا مؤمنين بعيسى ومؤمنين بموسى وبالطورة وبالإنجيل الحمد لله رب العالمين النقطة التانية نحن نبحث في الأسباب وفي الجزول لسبب لأن فيه حاجة يسمىها علم البرمية اللغوية العصبية أن نحن بنجيب نموذج ناجح وبنحاول نطبق النموذج ده علشان ننجح زيه فده مش عيب أن نحن نشوف الأسباب اللي خلت اليهود متقدمين علميا وأزكياء برضو أنا مش متفق معي كيف يعني اليهود متقدمين ليه 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 يعني كيف يعني الدين أدلة على أن اليهود متقدمين علميا وعلى إن اليهود أزكية الديني أدلة جبل ما تقول للأسباب الديني أدلة حاضر يا سيدي ما زعلش نفسك تعال معي جائزة نوبل اتعملت سنة 1901 اللي حصلوا عليها 901 لحد 2018 عارف منهم كم يهودي منهم 200 و1 200 و1 يهودي حصلوا على جائزة نوبل 40% من جوائز الاقتصاد لنوبل يهود 30% من جوائز الطب يهود 25% من جوائز الفيزياء يهود 20% من جوائز الكيمياء يهود 15% من جوائز الأدب يهود إذن المجمل 23% من جائزة نوبل حصلوا عليها يهود في حين أنهم لا يمثلون من كوكب الأرض إلا 2.100 2 من 100 ليهود بيمثلوا العالم 2 من 100 تخيل أنت 2 من 100 يحصل على 23% من جائزة نوبل أليس هذا عبقرية أليس هذا تقدم علمي ماشي يا سيدي من الذي يسيطر على الإعلام في العالم كل وسئ إن إن أليس اليهود من الذي يسيطر على صناعة السينما التي تؤثر في ملايين البشر أليس هم اليهود طيب اللبي اليهودي في أمريكا الذي يتحكم في صناعة القرار الأمريكي والذي يؤثر في مجيء رئيس أمريكي أو ذهابه أليس لبي يهودي طيب يا سيدي أنت مش مقتنع خد عندك من الي عمل النظرية النسبية مش أي نشطين يهودي ماشي كوكاكولا مش يهودية ماكدونالد مش يهودية ستاربكس اللي هي بتعطي القهوة في حد ما بشربش قهوة في العالم مش يهودية السروال الجنز اللي ما فيش حد السروال الجنز دواتي واحد يهودي اسمو ليفيز تراوس فرويد مش يهودي ماركس مش يهودي دواء الظهري مش اللي عمله يهودي لقحشة للأطفال مش اللي عمله يهودي حبوب منع الحمل مش اللي عملها يهودي الميكروفون مش اللي اخترعه يهودي الجرامفون مش اللي اخترعه يهودي مسجل الفيديو مش اللي عمله يهودي شاراط المرور الضوئية مش اللي عملها يهودي مقتنع ولا لسه ولا نزيدك اكيد لحد كده اقتنعت اذا دي قضية لا خلافة فيها ولا جدالة فيها ان اليهود هم ازكى شعوب العالم وهم اكثر الناس تقدما علميا وتعالى نهدي لك ارقام في الحلقة دي مش ممكن تصدقها أصلا الأرقام ديات اللي هقولها لك في الحلقة دي إذن تعال احنا نبحث عن الأسباب التي جعلت من اليهود التي خلت اليهود متفوقين علميا تعال نشوف احنا بنفسرها ازاي علمائنا فيه علماء علماء للدين عندنا بيفسروها بشكل ديني يقول لك فيه سبب ديني ايه هو السبب الديني ده اللي فسروا الجهابزة بتاعتنا بلاش ببعض الجهابزة لأن احنا عندنا ما شاء الله علماء يعني ما شاء الله لكن عندنا بعض العلماء اللي ممكن يعني انت تشج خلاجاتك للديل بسببهم شوف واحد العالم جال لك يا سيدي جال لك أصل هو سبب زكاء اليهود وتقدم اليهود هو سيدنا إسحاق الله 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 كيف يعمل للعالم جال لك آه ربنا سبحانه وتعالى جال لك سيدنا إبراهيم جال لك إن نبشرك بغلام عليم وجال لك سيدنا إسماعيل جال لك فبشرناه بغلام حليم فأخذ العرب الحلم وأخذ اليهود والعلم ده بالنسبة لهذا العالم ده موجود الكلام ده الكوارث دي موجودة يا جماعة الناس ما كتفصرش تفسيرات إن ده بيشتغل إن ده بيعمل إن ده بيعمل بحث علمي لا بتفسر بمزاجها هي يعني هو فصرها بناء على الوراثة يعني ما احنا عندنا سيدنا آدم مثلا ما هو خلف قبيل قتل هابين ما احنا عندنا سيدنا نوح مش ابنه كان من المشركين عندنا سيدنا إبراهيم مش أبوه كان من المشركين عندنا سيدنا محمد مش عمه أبو لهب كان من ألد أعداء الدين إذن الوراثة يا سيد العالم ليست مقياس إنت لما تقول للناس الكلام ده لما تقول لهم أن سبب تقدم اليهود العلمي إن أبوهم إسحاق كان عليم وإحنا أبونا إسماعيل كان حليم إنت كده بتسلم بتحط قاعدة بتخلي الناس تنام وتشخر تقول لك إحنا هنعمل إيه إحنا ما فيش حيفيدنا ده ربنا عايز كده ده ربنا خليهم علماء يا عم أنت بتكلم إزاي أنت بتفكر واشهاد تفسير واشهاد العلماء بتوعنا العلماء بتوعنا بعض العلماء اللي موديننا في ستين داهية اللي أنت تشجي خلاجتك منهم اللي عايزك تنام وتسلم بالأمر يقول لك إحنا بديك زنب ده بغير سيدنا إسحاق هو اللي عليم فهم أولاده يجوم علماء وإحنا العرب سيدنا إسماعيل كان حليم وإحنا العرب فيه حد من العرب حليم العرب هم أكثر الشعوب نخوة وأكثر الشعوب الدم الحامي تقول لك حليم كيف حليم يعني منين أنت كتجيب هذا التفسير أصلا نمرة اتنين يقول لك أن اليهود هل اليهود هم في اختبارات الزكاء هل اليهود هم أسكى شعب في العالم ده سؤال مهم جدا علميا ده بحنا نتكلم علميا هل اليهود هم أسكى شعب في العالم لا ما حصلش من ناحي العلمية ليه لأن في العشرينات كان فيه عالم من علماء النفس اسمه كارل بريغام كارل بريغام عمل اختبارات زكاء لليهود في جامعة برينستون اكتشف أن اليهود هم متوسطين الزكاء يعني مش عباقرة ولا حي يعني متخدش أنشتين ده مقياس لا عنشتين ومش مقياس عادي ما احنا عندنا أكتر من كده برده طيب نشوف الأسباب التاريخية هل فيه أسباب تاريخية لتفوق اليهود لزكاء اليهود اليهود مروا بتلت أحداث تاريخية همة جدا ولما نقول حدث تاريخي يعني حدث تاريخي يعني حدث غير وجه حياتهم وغير وجه العالم أيضا أول حدث مروا بسنة 586 أو 87 قبل الميلاد لما غزى نبوخز نصر بيت المقدس ويسمى ذلك السبي البابلي وهدم الهيكل وهدم بيت المقدس وأحرق الطوراة وساب اليهود وقتل منهم الثلث وساب السلس وترك السلس ده أول حدث أصر في حياة اليهود تاني حدث كان سنة سبعين ميلادية ده اسم السبي البابلي تاني حدث كان سنة سبعين ميلادية لما الرومان دخلوا بيت المقدس وضمروا الهيكل مرة تانية تالت حدث أنتوا عارفينه أو فاكرينه أو سقريتوا عنه لأنه في العصر الحديث لما حكايتهم مع هتلر واللي حصل لهم وإن ستة مليون يهودي راحوا في الساكلانس طب إيه علاقة الأحداث دي يا عم منت بإن اليهود متفوقين علميا إيه المقاسي دياتي مثلا اللي مرت عليهم خلتهم متفوقين علميا إزاي آه إزاي لما اليهود اتسبوا في خمسمائة سبعة وثمين قبل الميلاد كتبوا حياة اسمها التلمود التلمود البابلي ممكن حد في العراق يكون عارف الكلام دو واتي أو حد حتى بيتفرج علينا من اليهود يكون عارف فكتبوا التلمود البابلي التلمود البابلي ده جعدوا ألف سنة وهم يكتبوا فيه ألف عام يكتبوا في التلمود يعني التلمود التلمود يعني المعلم وفيه جميع أحكام وتعاليم اليهود واليهودية ثم ساحه في الأرض اليهود ما الذي جمع اليهود ما هو حلقة الوصل بين اليهود في العالم كله هي القراءة والكتابة هم أول الشعوب الذين كتبوا تاريخهم اليهود بينما نحن العرب كتب تاريخنا مش إحنا اللي كتبنا تاريخنا كي يجي واحد من العالم آخر يكتب لنا تاريخنا وإحنا فرحانين ونسجف ونقول لك آه شوف أمريكا بتعترف بينا نحن لم نكتب تاريخنا ولكن كتب عنا تاريخنا بينما اليهود هم أول شعوب العالم كتبوا التاريخ فهم أول من قرأوا وكتبوا اليهود طبعا بخلاف الحضارات القديمة اللي هي إيه سجلت الحياة دي مثلا زي الحضارات الفرعونية والحضارات البابليية اللي سجلت اللي عملت تسجيل للحياة دي أنا بتكلم فيه ما بعد كده يعني من حوالي أرباح تلاف سنة مثلا إذن اليهود هم أول من سجلوا تاريخه هو أول من قرأوا أول من كتبوا أول من اهتموا بالقراءة والكتابة ومن ثم أنت عايز شعب بيجرى يقرأ ده بيقول لك إحصائية أن المواطن العربي بيجرى في السنة صفحتين صفحتين بس كيف شعب ما بيقراش عايزه يكون متقدم مثلا من المستحيل سيجيله منين التقدم طيب ماشي اللقطة اللي بعد كده الهجرة المبكرة لليهود اليهود يعني إحنا مثلا العرب مثلا راحوا مثلا أمريكا أو أوروبا أو هنا قريب هنقول مثلا في القرد هنا 1920 1910 1930 1900 اليهود راحوا قبل ذلك بقرون عديدة وكانوا يختارون البلد القوي ويرحوا ليه يعني كانت فيه فترة معينة كان المسيطرة على العالم ده إنجلترا وفرنسا هم اللي مسيطرين على الكوكب زي ما كانوا زمان الفرس والروم فكان في فترة إنجلترا وفرنسا فليهود راحوا ونالوا من الكعكة في التقدم وساحوا في أوروبا لما حسوا إن أمريكا طلع نطوا على أمريكا فراحوا قبل كل شيء أمريكا النهاردة لو قلت لهم إن جيبوتي لو عرفوا إن جيبوتي ولا الصومال بعد خمسين سنة هتكون هي اللي مسك العالم هتلاقيهم هم اللي رايحين الصومال أو جيبوتي لو قلت لهم الصين هي اللي هتتقدم هيروحوا الصين فهم دايما يبحثون إيه عن موطن يشعرون فيه بالأمان ويمنحهم القوة ويذهبون إليه أولا ويؤثرون فيه وبالتالي يستطيعون أن يؤثرون في العالم كله وإلا طبعا ما هو عائلة روتشيلد ديتي عائلة روتشيلد أصلا ألمانية ولكن هم فين عايشين دلوقتي في أمريكا مسيطرين على العالم كله نصف صروت العالم بيمتلكها عائلة روتشيلد فالهجرة المبكرة لليهود حتى أنت مثلا لما حد يسفر لما يكون فيه مثلا اتنين أصحاب ولا قرية ولا بلد يقول لك تلاقي البلد ديتي فيها بيوت وفيها مش عارفة وبنيين وأعمارات والبلد اللي جنبها فجرية والبلد ديتي ما شاء الله بيوت وأعمارات يقول لك دولها عم خاري وبدري دول مش وبدري بادر خاري وفي العشرينات عملوا أجيال متفقين عن النقطة دي نيجي هدي لك بجأ أرقام مرعبة مرعبة حقيقة في منتهى الرعب عشان تعرف السبب الحقيقي لتقدم اليهود إسرائيل بتعمل كل شهر أربعين بحث بتعمل أربعين بحث معترف به دوليا ده رقم خد بالك وروح يبحث عنه إسرائيل تحتل المركز الرابع عالميا في البحث العلمي بعد السويد والدنمارك والسويسرة المركز الرابع وروح يبحث عنه الناتج المحل الإسرائيلي 110 مليار دولار كم تصرف إسرائيل على البحث العلمي خد الرقم ده خد الصدمة دي خد الصدمة دي إسرائيل بتصرف على البحث العلمي سنويا 5 مليار و 3 من 10 5 مليار دولار و 3 من 10 على البحث العلمي انت عارف ده يعني إيه؟ يعني هذه الميزانية أكثر من ميزانية الدول العربية مجتمعة في البحث العلبي يعني اجمع ميزانية البحث العلمي في الوطن العربي كامل ما تلاجهوش جد ميزانية إسرائيل في البحث العلمي فإنت عايز الناس بتعمل بحث علمي هو الدكتور أحمد زويل مثلا لما كان جاعد في مصر مجدرش يعمل حققية مجدرش يعمل بحث علمي كان جدم بحث للجامعة البحث ده كان هتكلف 18 ألف جنيه يقول له يا عم إنت تخرب بيتنا 18 ألف جنيه في الوقت ده يعني راح الدكتور أحمد زويل سفر أمريكا في أمريكا راحوا قدوله مش عارف كم فدان قدوله مدينة قدوله المفتاح قدوله خدي يا عم الحج أحمد المفتاحة بتاعك بتاع المدينة اللي فيها البحث وروح يبحث فضل يبحث أحمد زويل يبحث لحد ما عملنا الفيمتو ثانية ورح واخد جائزة نوبل ورفع رأسنا شوية بين البشرية اللي هناك ديتي إن إحنا يعني ها فرحانين إن فيه عالم مصري خجزة نوبل وإن فيه عالم تركي برضو خجزة نوبل وإن فيه عالم مش عارف مليزي ثلاثة مسلمين خجزة نوبل من أصل تسعمائة واحد اه في الناحية العلمية مش في الأدب وفي السلام وفي الكلام دواته النقطة الحاسمة بجا وأنا عايزكم تكتبوا لي رأيه في النقطة دي وهي نضرة اليهود أنا عايز أكتبوا لي عدد اليهود في العالم كام لو حد عنده رقم حقيقي يكتبوا لي لأن أنا بحست في الموضوع كتير يعني خمستاشر وثلاثة من عشر مليون تمنتاشر واثنين من عشر مليون ما فيش رقم حقيقي فاللي عنده رقم حقيقي المهم أن هذا الرقم قليل جدا سواء حتى كان تمنتاشر كان عشرين كان تلاتين مليون يهودي في العالم رقم قليل جدا يعني بيمثلوا اثنين من مية من رقم العالم نضرة اليهود النضرة النضرة تخلق القيمة والقيمة تأتي من طريق الإبداع فإنت النهاردة عندك جماعة جليلين في العالم شوية يهود جليلين في العالم عايزين يثبتوا للعالم أنه إحنا إحنا اليهود إحنا اللي سيطرين على كل شيء فلازم لازم يشتغل لازم يشتغل النضرة النضرة يا جماعة عدد العدد العدد القليل النضرة شوف أي مجموعة قليلة كده شوف أنت ادرس وشوف أي مجموعة قليلة أو بدأت قليلة شوف الإبداع والتوهج اللي فيها هتلاقي ليس له حدود ليه؟ لأنهم لا يشعرون بالأمن والأمان ويشعرون بالخوف من كل شيء لذلك يضطرون أن يثبتوا لأنفسهم وللعالم أنهم هم الأفضل وهم الأجدر فيبتدوا يبتكروا ويخترعوا ويصنعوا ويعملوا ومش على حد ما يبقوا مش عارف إيه فنضرة اليهود صنعت لهم هذه القيمة وهذا الإبداع وهذا التوهج يا جماعة نعيسكم تكتبوا له رأيك في الموضوع ده إحنا مش بنتكلم في الموضوع ده واته عشان مثلا نقول يا سهلا مش عارف إيه ولا إحنا معاه ولا إحنا ضد إحنا بندرس حالات علشان نشوف إحنا نقدر نعمل كده؟ يمكن لنا نعمل كده؟ طبعاً ليه؟ ما قوحنا فترة من الفترات عملنا كده كان فيه ابن سينة وابن روش دول الفرابي وابن لايسم وابن خلدون وأوروبا كاملة خادت العلوم بتاعتنا دياتي وترجمتها وبيجي هما متقدمين فإحنا كنا كده في واحد الفترة إحنا كنا سادة العالم في واحد الفترة يعني إحنا ممكن نعمل كده أنا مش بقول كنا عشان نرجع الوراء لا إذا أنا بقولك إن فيه إمكانية إن إحنا نعمل كده ليه؟ إحنا لما برضو كنا ندرة كنا ندرة كنا متفوقين ما في غزوة بدر كانوا ندرة كانوا 300 واحد وصد ألف ما إحنا في اليرموك كنا ندرة ما إحنا في القادسية كنا ندرة ما إحنا في موقعة الزلاقة بتاعة يوسف بن تشفين بتاعة المغرب كان العدد 35 ألف وكانوا بيحاربوا الظنصو في أسبانيا كان عنده 100 ألف كنا ندرة فالندرة صنعت لنا إيه؟ القيمة يعني مش معناه إن إحنا ممكن نرجع إن إحنا هنرجع ندرة تاني لا إحنا ندرس لماذا اليهود ليه؟ نقضي ندرسها ونجف عندها ونفكر فيها وندرسها في المدارس بدل ما إحنا في المدارس العيل عاملين له إيه؟ عاملين له ده بيقولك التعليم عندهم 14 واحد بيشرف على تعليم الأطفال 14 14 مش 14 شخص 14 نظام بيشرف على تعليم الأطفال إحنا عندنا التعليمي نواتي حياة يعني عجيبة جدا الطفل عندنا زي الشوال عملا نحش فيه نحش فيه نحش فيه هذا مش عارف إيه وإحفظ ديه وله أستاذه وله أحفظ لازم تحفظ احفظ يا ابن هايحفظ إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه وهو اللي هيحفظ وده هيستفيد بيه كنت أتمنى من الحلقة ما تطولش للشكل دواتي ولكن هي طولت يا جماعة شيرونا هذه الحلقة واكتبونا ما رأيكم فيه سبب تقدم اليهود علميا فبالنسبة لكم أنتو أنا وردتلك الأراء اللي أنا بحثت فيها الأراء التاريخية والدينية والبحثية والبحث العلمي والنضرة اكتبونا أنتو رأيكم اللي يقدر يضف لنا حاجة يضف هانا ونتمنى نتمنى أن هذه الحلقة تكون كده يعني تكون يعني تكون يعني تكون زي ما تكون بتدق نقوس الخطر الله ده فيه ناس متقدمة وبتاعة مش عارف فيه ومشيين كده وبياخدوا نوبل وبيعملوا مش عارف ايه وبيعملوا تيارة وصناعة اه احنا كمان لازم ايه فتبتدي يمكن يمكن هذا العبد الفقري يكون يعني دق نقوس الخطر كده فانتو شيرونا هذه الحلقة شيروها على أوسع نطاق ليه يمكن ليشوف الحلقة دياتي واحد واحد بس يشوف يجعل الله فيه العلم والبركة والقوة ويعمل حاجة ان حكي وحاصل وتاع لا احنا دائما بنعمل حلقة مختلفة في مواضيع مختلفة عندها عمق وعندها بعد يمكن ما يبانش النهاردة انما هيبان بعدين فكوا الحزام عشان وصلنا فورا وايه واجلكوا شكرا جزيلا على كل الناس اللي بيتابعون اللي بيعملوا لايك اللي بيشيروا الحلقات اللي بيتابعوا تعليقات الناس اصدقاء الرائعين اللي متفاعلين معايا واستنوني في حلقة اجي حلقة مختلفة تماما وفي نهاية الحلقة اقول لكم وايه وشكرا